تابع القرآن الصحيحة اللي ممكن تحمي المجتمع قلنا في البداية أنه لازم يكون الترصد الوباي أيضا ينتهي به بنشر البيانات أو نشر المعلومات عن كل حالة من حالة المرض اللي تم الترصد الوباي لها أو ظهرها وتم التحكم بها لذلك يمكن أن يكون الترصد الوحيد لترصد الوحيد هذا النشر يجعل قدرتنا على التحكم أفضل بالعكس لو الحالات ليست باينة لا يوجد نشر أو تغذية على الأطراف عن كيف التحكم أو كيف نستطيع نتغلب على مرض أو نمنع ظهور حالة معينة لذلك سوف تظهر الحالات في الحالة مش مستطيعنا على التحكم باينة تحكم ميكانيزم 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 تحكم ميكانيزم ميكانيزم يعرف بأن الأمراض الفرانية لازمة من بلض جث له حالة شافاها ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك مش ضرورية بلض أو أن نساء حيتحصل عليها لأن هذه الأمراض محطوطة إجباريا أو في مطلوب قانونية لأنها تبلغ عليها هذه الأمراض محطوطة إجباريا فهذا يمكن أن تبلغ المستشفى بأنه إذا وصلت حالة فلانية يتم حاجز الحالة وإطلاق عنها ويجب أن تخضع عليها أو يتم إعلان للحصول على المستشفى في الكورونات قبل فانترا كان لديه إعلان في باديو تشعر بمصاق دموي كان عبارة عن بحث عن التيفي فكان يقول لها انه اتصل بهذا كان يسمى ببوليشن ديز الاعتماد على المجتمع في الإبلاق عن ظهور الحالة كنت نسأل ببوليشن سربي هذه واحدة من الأشياء التي تعمل أنه يعمل إحصاء أو مسح مسح لبوليشن معينة إذا كنا نجتمع بحصول مشكلة مثلا نحن بتعرف أن المناطق الجمالية غالباً يحصل فيها بالهارس غالباً من المناطق الجمالية وفيها بريك ويستخدموا البريك في الاستحمام ويستخدموا بالغسيب فتلاكي بأنه دائماً يحصل حدان ويوم الهارس فأنت ممكن بين فترة وفترة تعمل سربي تروح المنطقة هذه تعمل مسح للمس الموجودين تعمل لهم تحليل تأخذ حد نقول لك نبحث عن التشيولة تقريباً أو المسلمين ثلاثة نواع 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 تقول لي أنا ممكن نروح أبحث عنهم كيف تست معين أو بإجراه معين وأعمل إيش؟ وأطلع أعمل مسح أقول بأنه نسبة المنطقة المصابين في المنطقة الفلانية كيف كانوا كذا كذا أحسب حقهم الإنسدانس من المنطقة المنطقة لأننا عمت على هذه السكريني نجي تست وبالتالي أعمل إنتبهنشن أو كنترول كيف أنا أمنع من إصابة الآخرين أو كيف أنا أعارج الحالة الموجودة وأمنع انتقال عدوة الآخرين الحالة إلى أن نعمل بلانيج للمشاهدة يعني يشمل الكل يشمل الحالات العدوى إلى حالات الكولونيك بزيز أو الأمراض المزمنة مثل الكانسر ومرأة الطابق ومرأة الطابق ومرأة الطابق كثير من المجتمعات أو كثير من الدول تقرير دولي كل ثلاثة أشهر أو كل نصف سنوي عن كل الأمراض الموجودة في المجتمع هنا تكون وضيفة السيرفيرانس أنه يكون عامل تقييم مع بقية الهيرث سيستم تقييم مكامتها يعني ستكون عارف أشهر الموجودة لو موجودة معك سورة بنهم يمكن تجيبها للشباب في المحافظة القادمة لأنه لذبا تكون فيه لستة معينة غالما هي بتشمل من؟ مثلا الأمراض ومعنا نحن مجموعة أمراض اللي بعملهم اللقاحات هذه للأطفال يعني كنت نسيج الهنس بمرض واحد لا لا من بوليوم اللايت لا 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 فيه كثير في اليمن لا لا فيه كثير فيه أول شيء الأمراض الستة اللي هي حقال لحقال اللقاحات أبدا إبيانة توقفال وخبرتنا تبقى أن الجميع اللقاحات ستكون مجموعة مجموعة لأن الجميع اللقاحات لذبا إبيانة في المحافظة نسيج الهنس فكتف كتف يحضر نسيج الهنس ليس أمراض لأن الجميع اللقاحات قيمة عارض ما فيه سيطان عندنا قيمة أيضا قيمة أيضا مجموعة ... متعابدات الامراض . شوفنا نحمى الضناع ما الذي يقول عليه هو أنه مهمة على فكرة لماذا؟ ونحن قلنا في البداية بأنه يفترض أنه إذا قالت لك إذا أنت تشتبع في مركز سيطرة وقال لك بلاء قال لي بلاء مثلا من محمد المنطقة معينة بأنه وجدنا حالة دين فيفا ما هو وظيفتنا الآن؟ وظيفتي الأساسية أنه أتصل بمونير واتصل بمان فلان وفلان وفلان بكل أمالك أقول له إيش؟ أقول له فيه أعراق فيه مهور رحالات حم الظنك يشوف لي عندك موقع وبلغني بها أخرى وقت مهور كافة لك أقول له إذا كانت مهور كافة مهورك تخطط لكي أفضل أو كي أفعل أو أفضل إذا كانت مهمة فرق للفرق لكي أفضل ونحن فرق وما يحدث فرق فإنه لا يوجد فرق بانه يجب ان يتحركه بانه فإنما الفرق يتعرفها الفرق لا تتعرفها فإنه هناك شيئا معينة لها دعم وإنه لا تتعرفها لكن أنا إن أتحدث عن السلونة أتحدث عن أنه كل الأمر تتوضع تحت القائمة تخضع نفس المعايير كلها تأخذ نفس القوة نفس الاهتمام ما عدا تعرف الفرق فيه الفرق في حالة الانسدنس الكثير مثلا عندي سرقانس الآن أجاءت لي ثلاث تقارير عندي فيه فرق أجاء لي ثلاث تقارير مثلا عن كوريرا سأخذ دخولي الفرق في الحالة في الحالة إذا وصلت على منصابات وإذا منصابات في الحالة المعايير يسأل أولوية وتدعي أفعل الأولوية اسمائي المعايير فيذ الوقوع ليتحدث عن دراسة عندما تأخذ نفس المعايير الذين نعملون علىقب لا يوجد دراسة. هناك تدخل أولي. هذا تدخل أولي يهدف إليه أن تعمل بريبريم ترفيبش. هذا تدخل أولي يتعملوه. حتى مثلا أنا أذكر أيام أول مرة مبهرت حمال ضنق. أنا كنت أشتغل معهم في أياما. كنت في الحديق. كنت على منطقات الظاحي والمناطق الشمالي. كان مطلوب ما كنت أعرفين ما هو. ما ينقلوه. ما ينقلوه. ما ينقلوه. كنا عارفين أن هناك حمام مع ألم بالعبلات. وتعمل لها لا تعمل لها. بريد فيلم يطلع شمالاريا لا فنسفيرام ولا غيره. طيب ما هو هذا اللي حاصل؟ هل أنت منعرف شمسة. بس هنعرف بأن المرض يكون بهيدريتي. وفي حالات منها تكون هيموريجي. إذن كانت توجيهات تنتينة في هذا الشكل هذا. أي حالة أعمل لها في الويدس. وبعدين عندما ظهر الهيموريجي. أهم كانوا يعملون في الويدس طبعاً. منعطمواها البيئات ونعطوا كل شيء. يعني مثل ما نتعمل على الحالة بانيش. لأن حالة فيها فابر. منعطل الآن. هذا ما حصل بعدين. من البداية ظهر الهيموريجي. بليه أقول له خلاص. حاول أنك لا تعمل بأنك لا تعمل أي خرق للجل. يعني حاول إذا كنت أفتفت مرة أخرى أو لا. حاول أن تحافظ على أنك لا تحقق حبهنة عن طريق العطلة. لا تحقق أي شيء. يعملون فيتامين سي. كانت الأمر تنتين بهذا الشكل. هذا تدخل عاجل. لأن الحالات تضيع منها. بعد تقريباً أسبوع. بعد ما عمله إزوليشن للكوسيتف إيجنز. وطلع عنه يعني فيه فايروس معين. هو اللي بيسبب الأدين. وبدأ أيش. بدأ نتعامل بطريقة مختلفة. بأنه خلاص. أدين. خلاص إرسله للمختبر. منشان يعمل الحصد التالي. وهكذا بدأت الأمور. إلى أن نصلنا الكريتيريا الأساسية. اللي ممكن نشكّص بها أو مستراضبة. فهي نفس الفكرة. أما أما الإمجيجيز. يمكنني أن نحن يحلون الكريتيري. ما زلت دائماً؟ باستجراض. أيضًا يحلون الكورينيك. أنا أخذ، نحن نقول أن، بعض الدول تأخذ. تأخذ تقارير. يعني. منتظمة أحسن كل درر شهور. كل سال سنة. والكذا. هذه التقارير. عندما نتكلم عن. نتكلم عن. نجب السيطر. فأنا أقول لك أنا الآن. نستقبل التقرير. بأن مجرم السيطر حصل في داخل مدينة الدوين. أجي أقارنها مقارنة بما حصل السنة الأولى بنفس الفترة ألاقي بأنه في فرق كبير إذن هنا اللي تقول عليه أنا حتك هنا نائش أطلب الأطباء حق القلب أو أعدمه أنه يعملوني تقريب أو يعملوني دراسة عن الأسباب التي خلت نسبة الستروك تزيد داخل منطقة معينة مقارنة تنفيما بنفس الفترة ونفس المكان من الفترة السنة الأولى مقارنة تنفيما بنفس الفترة مقارنة تنفيما بنفس الفترة و يمكن أن تستخدم أيضاً يمكن أن تستخدم المقارنة تقريباً أول شيء إنه يبيين أو يأخذ من خلاله أحيانا قد نعمل حتى وزوليشن لمن؟ لأن الحالات إذا كان الحالات من النوع الأبراد تحتى الوزوليشن أسسد البابلك الأمور الأمور أسسد البابلك الأمور حتشوف كيف البابلك هذا الصحة العامة كيف تأثيرها لأي حد هي فعلاً لهم تأثير أو قادرين بأنهم يدخلوا بشكل صحيح و التريند هذا طبعاً كلمتكم في المحاضرة السنة لما شفتوا وفيات العمهات في السويس مثلاً هذا الطبعاً يسمى أنه أنا قد نعمل أشوف أشوف أشياء اللي حصل من قبل ميات سنة وتابعة أو مثلاً يشوف سير الأمراض مثلاً سير التيمبركولوسيس في اليمن منذ عام سبع وسبعين أحد منكم رائعي شاب السيقلات من حق وزرات الصحة وبنعمل هذا يشوف التطرير السنوي كل سنة كان كان يحصل التيمبركولوسيس في اليمن عمل من عام سبعين إلى عام ألفين أو عام ألفين أو عام ألفين وعشرة هل هي سيمل التريند هذا التريند حيبين بأنه كان هل كان باستمرار ولكن في السنين أو أوقات مقينة كان بيحصل فيها أو زيادة هذا الأماكن اللي حصل فيها سيادة هل تكون محل دراسة هل مرتبطة باوقات الحروب؟ السؤال هل نمكن نعمل هايبوديوسيس بشكل هذا؟ نقول أنه الأوقات أو السنين اللي حصل فيها حروب كانت إيش؟ كانت سبب لزيادة حصول حالات تيبركولوسيس أو غيره هنعمل أساسة هنعمل ميقرس لكيجول فاكترس هنشوف المسببات على الأمراض هنعمل أفكتفنس and evaluate the impact of prevention and control هنطير هنطير هنعمل تقييم لـ intervention and control makers intervention strategies هنطبع هالهيك بوليسي تشايفز and plan and profile care in addition to estimating the magnitude بالضغط يعني تقييم حجم المشكلة أو المبهام وإنه يتحق نحن نعمل أو قد نحن أو قد نخذ من البيانات هذه من شئ نعمل استرغم كثير لكو متمند يعني لما نقول لدائما البيانات هذة تبين أنه ويطلب مزيد من الجهر من المجهات المعنية أن نتستمر في دعم ومراقبة ومتابعة العمل أو الخدمة الصحية موبلايات محفز المجتمع أنه المجتمع هذا نعلمه بأنه في رواة معينة في حاجات معينة لتبيعها من شأن نقلل نسبة الإصابة أو نسبة حدوث الابديميكس ديزيز ادفوكيت for sufficient resource ادفوكيت كلمة شهيرة في الخدمات الصحية معناها أنه يعني ادفوكيتر ادفوكيتر هنا مجابعة عند الوباي عن غرص حين تستمر موجودة بشكل مستمر ما هي الاساسيات ما هي الاساسيات التي لا نعملها التوصل به الاساسيات هي أن تضع فقط مجتمع لما يمكن افتوكيتر أولا الهدف الأساسي انه فقط عمليات لاعب او انه لاعب او انه لاعب او انه ينزلوا ينزلوا لاعب او انه ما قال صاحب البروكليات وانه يكون مرتبط تماما بانه بانه هيعمل بانه يتحدث بانه يوم مقرد انه مكان معين يعتبر انه لاعب 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 يطلب تماما انه لازم تقليل 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 لاعب انه لاعب انتشار ل الوقت اذا حصل معا انه كان غير فقعب او انه كان غير او انه او انه او انه كمان هو بيعكس حجم يعني الامراض تاخل المجتمع او اللي هي العب المرضي عنه او انه او انه او انه افترنا الامراض حسب الانسدنس و الامراض الاندكس بالتządات الحالات حالة يمجز و العب المرضي نسبة م metro موظور اعطالنا او كئو نسبة معدل المراءة معدل الوفاة الاندكس عندك كانiety قبل تحصد ايضاً مع الكرونيك بزيز مع الأكتلاتيز مع الكارديوكس مع الستروك كلها هالي بنتي دي هذي كلهم حيث يسعر سليم هدى عب على الخيرم الصحية وكمام حيث يقلل الانتالية هذا الشخص إذا كان يشتغل في مكان معين أكيد حدث عنه يعني الوقت طويل حكون محروم من النواج يغال يشتغل او في برجكشن ميديكال بوست أيضاً بيكلف نحن عندنا اليوم اعتقدر الحكومة عليهم تحملها كثيرة عباء صحياً من عباء نسلاً سواء اعتقدر على المصر يعني خلاص يعني في الخاص كله لكن الملدان اللي مازالة تجعل الصحة تعرف انو حالة ايبديميكس واحدة في مكان معين كم تكلف؟ او حالة يعني الدسابيلي واحدة تقلب ايش؟ مبلغ جديد يعني تحسب الدولار ومن بعد فعلاً انا للمقرأة ايضاً 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 اتتفع المترجم ايضاً 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 فنعرفها من خيال من خلال السيرفيلات ممكن أن يحصل على الباتا من تقارير الوفاة والمراضة الهسبتال ريكورد أنا أخر مرة كنت أدور على ريكورد في المستشفى بصراحة لقد أنه صعب منه تحصل من معلومة أكتب بطريقة مش منظمة هو ريكورد عادي عبارة عن دفتر أحق التجار وعرفت الدفتر أحق التجار لا يوجد بوش يعني فقاق المقرد ترى أنه يكتب لك هناك رقم حتى الرقم سواء وحكمه مكاتب قدامه كلام بلا يقرأ طبعا هذا الريكورد بصراحة يعني وجوده نقوز يعني مقرده لا يمكنك استفيد منه لكنه لا يحتاج ريكورد أنا أحتاج ريكورد على فكرة واحدة من أهم موضع في الإدارة الصحية أعرف أن هذه واحدة من أهم البوضائف أنه يجب أن يكونوا في توثيق صحيح في توثيق صحيح في شغل صحيح في التوثيق ريكورد هذا تعرف بأنه واحدة من أهم مصادر الأبحاث تقرأ أبحاث وتنشر في أفضل مقلة يقول لك أنا حصلت عليها من إيش؟ من ملفات المرضى من ملفات المرضى بس ملف صحيح ملف بيانات بشكل كامل أستطيع أن أطلع منهم معلومة لكننا لا يوجد ملفات المرضى عندنا غالبا في عندنا الريكورد تجد أن ترى الريكورد من المرضى المرضى